سيد وليد من ضم الأحداث التي مرت بلبنان في الأشهر القليلة الماضية هو توقيع أو ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يمكن أنا طلعت على تصريحات حضرتك في هذا المجال حضرتك لا تعتبر أن ذلك كان تطبيعاً صحيح؟ ليس تطبيعاً؟ بالأخير في النهاية رسلنا وفق الحدود التي اعتمدناها ليس تطبيعاً؟ ليس تطبيعاً أو معاهدة صلح مع إسرائيل؟ لكن هنا أيضاً لا يجب أن نقول أن ننام على حرير إلى أن يخرج هذا الغاز وإلى أن نخلق نحن كلبنانيين صندوق سيادة كي نحافظ على هذه الثروة إذا ما خرجت هناك أمد طويل لذلك علينا أن لا نفرح علينا أن نسرع في انتخابات رئيس نحافظ على ثروتنا أن ننشي صندوق سيادة كما فعلت ناروج طبعاً لنظام السياسي للبنان ليس مثل الماروج أو الكويت أو مصر كي تكون هذه ثروة وطنية وليس تروة لقبائل داخلية أو خلاف النزاع وتذهب تلك الثروة هادراً في مكاننا طب حين تم الاتفاق مع إسرائيل وكان ذلك في ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد مئير لابيد حينها نعم يعني هل فهم آنذاك بأنه تراجعت إمكانية نشوب نزاع عسكري أو حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل بعد ترسيم الحدود البحرية لست أدري أعلم بشيء يعني إذا كان هناك من فائدة مع أسد أقول هذا الأمر من فائدة إيجابية للحرب الأوكرانية الروسية المدمرة على الشعبين وهنا ملاحظات لا بد من وقف هذه الحرب كي لا تصبح يعني حفاظاً على الشعبين احتراماً لأرواح الشهداء الشعبين لكن الحرب اندلعت معلش معلش عفواً بحاجة إلى غاز عفواً سيد بحاجة إلى غاز أتوا إلينا وكان هناك اتفاق في مكاننا إيراني إيراني أميركي عبر لبنان مع أسرين هذا كل الموضوع فإنه بسط الموضوع يعني تم هذا الاتفاق برضاً إيراني طبعاً دون إيران لا تستطيع أن تقدم هذا الاتفاق طبعاً طيب حينها كان نتنياهو في موقع أو في مقعد زعيم المعارضة الإسرائيلية وقال بالحرف الواحد أنه بهذا الاتفاق مير لابيد اللي كان رئيس وزراء داع إسرائيل لحزب الله الآن نتنياهو أصبح عادة إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية من جديد هل يعني يمكن ولو نظرياً أن ينقص نتنياهو عن هذا الاتفاق يتراجع عنه لم نستعب شيء جديد لا أعتقد لأن الإيرادة الأمريكية المصالح الأمريكية والغربية أقوى من موضوع الموضوع أن ينقض نتنياهو الاتفاق لكن لكن أين الموضوع؟ إن الخطر نتنياهو العصابة التي أتت معه أو مع الفريق العمل إن فلسطين تذهب فلسطين تذهب أرض فلسطين تذهب والخطر الأكبر لاحقاً على على المسجد الأقصى لأن المشروع الأساس هو في تقسيم المسجد الأقصى إقامة كنيس على المسجد الأقصى الكنيس يهودي عماش الأقصى وتقسيم كما قسموا الخليج لذلك هنا أيضاً أهمية مصر أهمية أن تبقى مصر قوية أن تبقى مصر حاضنة مع السعودية مع الخليج وأن لا نذهب في المتفرقات كما ذهب البعض اتفاق أبراهام أو غير أبراهام هذا أمر معيب أن في نهاية النبي إبراهيم هو أول مسلم وحد مسلم في العالم في التاريخ أو في القرآن وأعتقد من خلاله حفظنا على الوحدة العربية والإسلامية هنا لا يجب أن تكون اتفاقات على حساب التراث الإبراهيم هل أفهم من كلامك سيد جنبلاط بأن لبنان بعيد كل البعد عن إمكانية أن يطبع علاقاته مع إسرائيل التي هي حقيقة وهي واقع الآن في المنطقة أقول لبعض الفرقاء في داخل لبنان إذا كانوا يفكرون بالتطبيع التطبيع أو اتفاق السابع عشر من أيار إذا كنت تذكر عام 1982 أعتقد أو 83 كلفنا حروب جولاتنا الحروب كلفنا جولاتنا حروب وهنا عندما أتحدث عن التطبيع ذهبت إلى مصر مرارا ومرارا إلى القاهرة إلى أسوال إلى غيرها نعم مصر هناك اتفاقية صلح بين مصر وبين وبين إسرائيل لكن ليس هناك التطبيع الذي نراه يعني هناك دولة قوية قائمة تضبط أو تضع حدا لتطبيع ثقافي سياسي عسكري ترجمة نانسي قنقر